بسم الله الرحمن الرحيم اليوم كما أودناكم للداشة سياسية اليوم نحن نفضي أفضل العظيم محمد العربي مخشف السيد محمد العربي مرحبا بك معنا ومرحبا بينا معك مرحبا بك عبد الحكيم الله يحفظك ومرحبا بك كانت لرشق عدنا نفسها في المنزل دينا وهذا شرف كبير سمين لك عبد الحكيم قدمتنا الطالب انكم ديروا لك عمانة ورفضنا ورفضنا حتى تتعلينا واستعجبنا لكم ونحن موجودين إن شاء الله لحيوات سيد العربي أول حاجة توفيدك مقدمة بإدارتي عندي واحد المقدمة لنا يبغيت نوصل لك يعني باش نكون واضحين أولا بسم الله الرحمن الرحيم والسلام وأنا أشرف المرسلين أولا لقعدنا اليوم يندرجوا في إطار حرية تعبير والرأي الذي نص عليه الدستور في الفصل 25 وفصل 29 مع أخذ الاحترازات الصحية للظروف الراهنة لكوبيد 19 كما يعلم الجميع الله يرفض علينا هذه الوباء الله يرفض علينا هذه الوباء يعني الحمد لله ونمرس الحريةنا بكل شفافية ومصداقية واخترام القوانين والمؤسسات الجاربها العمل بحيادة صاحب الجلال نصر الله وحبنا لدينينا ووطانينا وسنبقى أوفياء القاصام ولو كلفنا الأمر أنفسنا الوطن لا أريد شيء نسمحو فيه نعم الوطن لا ينقشنا شيء في شيء واحد نعم لدينا نتحدث عن الموضوع نتحدث عن التجربة نعطيك الموضوع 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 الموجود هو تحدث عن تجربة سياسية تقيمة كبيرا لنصل إلى الموجود أنا لم أعطيك المعارضات المجلس أحد أفراد موضوع أنا تم تحديث عن أفراد أو تجربة الشخصية لم تتحديث مع موضوع نعم هل تعطينا التقيم للتجربة السياسية كأشب؟ نعم، سوف نكمل الساعة على القضية للتقيم للتجربة السياسية نعطيها أحد مقدمة لكي الجميع يتقبلوا الواقع لأنها تحصل حاصل والنتائج واضحة كلها يوجد إنجاز للدار وهو كينا على أرض الواقع والأعمال لنهي يدارت الليدر شي حاجة يعني ووصال شي نتائج وحقاقها راهية بينها نعم يعني هذه ما هذه يخص الإنسان يتقبلها نعم يعني من أي جانب نعم 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 وأين محل الصراع يصبح حضور سياسة فارداً وتقاس وتماس ما بين الطرفين والسياسة تقسم على جوش السياسة الشارفة والنازهة والسياسة الخبيثة والقادرة السياسة الشارفة والحكيمة هي التي تجيبنا الإصلاح وصلاح و التقدم والسياسة الخبيثة والقادرة هي التي تجيبنا العرقالة هي التي تجيبنا الشاتت وهذه التي تجيبنا الفساد لا أعلم ولكن لدي أحد كختمة مقدمة ولكن اليوم ونشاهد اليوم تحول خاطر على الساعة وهو حضور البلطاجة وغياب السياسة والمنافسة الشريفة وإقصاء الديمقراطية ومحاربة الفكر والثقافة السياسية واستهداف الشباب الواحد وهذا جعلنا أننا نخرج في هذا اللقاء ونقبل الحوار مع القناة لرش أنفو ونضيب الدلو إلى ما آلت إليه الأمور بجماعتنا والوطن أتطر أن تكون كلمة شاملة بحق الوطن سياري أضطينا أحد المختصر تجربة سياسية في هذه المرحلة نتيجة نتيجة كانت صراعات داخل المجلس وقامت قدمت الاستقالة ونتجت كانوا طمعين مدام أنها كانت استقالات كانوا طمعين باش أنها تكون انتخابات أهد أغلبية تكون انتخابات كلية ولكن كموقع تكون بالكامل هذه كمهات وقامت وجمع ولم نحن 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 نحبه ليس كون مقتصر صحيح أنها تتجربة ليس كون مقتصر من اللي دخلنا في انتخابة يعني من اللي جاءت انتخابة جزئية صفي تم شاءة الأقدر وأنني يعني عادي أكون أنا داخل المجلس معه وكي تعرف الإنسان الحب للسياسة ويعني الحب للتجربة يعني قبلت أن يعني انترشح مع الطرف لأنه هو معارض وفي نفس الوقت يعني يعني ماشي عادي تدخل وعادي تكون مع الأغلبية أول حاجة أنك عاولتي على أساس أنك داخل على أساس أنك تكون مع المعارضة نعم نعم كما قلت يعني أغلبش أنك تكون مع المعارضة يعني هاتش يجب السياسي لتوصيها يعني يوصي واحد المرحة تعقل ما نوقع لعنا منه شئ عامين ونصرات السنين المرحة هاتش يجب هاتش هاتش يجب هاتش يخرج شيء منها يعني بوحد استفادة يعني يعني إنسان يكيدس واحد المرحة عالة يستفيد منها شيئا والصراحة بعد أول حاجة هي أننا خرجنا منها بشراف ومرفوع الرأس كانت عادنا يعني تجميع المداخلة التي كانت في المجلس دائما كانت تدخل بضامير شريف ومعارضة معارضة معارضة من أجل التوجيه معارضة من أجل يعني نحن عادي نجيبها في الحوار يعني إلا كانوا استغلوا إلا كان هذا المجلس استغل يعني ذاك خصوصا الرئيس الله يذكر بخير إلا كان استغل ذاك المداخلات التي كانت في المجلس التي كانت نوجهها لشخصية نعم لم يكن تحفل المأزق لكي نكونوا صحيح الحزب الذي كانت معرفة محمد العربي المخرشف أنه كان هو ما مع المعارضة ما مع الأغلبية ما هي دستورية ما هي قانونية أنا دائما مع الحق دائما مع الدستور دائما مع التنمية الأساس التي تقدمت أنني وغمرت براسير في الوقت الحالي لكي نكونوا صحيحين نعم هل ستقدم الانتخابات أو هل ستقدم السياسة في مجال الحزبي ستقدمها حاليا خصوصا الشباب المساكين الجنحين المقطعين السياسة اليوم هي معروفة السياسة يعني هذا العمل الذي يقوم به الأحزاب أو هذا الناس الذي يقدمهم لا يوجد أيضا لأن الحزب يقدم لأن الحزب يقدم أعضاء مؤثرين الذين يدخلون لأنهم يخدموا الشأن العام المحلي أو لا الصراع على القيادة والصراع على المناصب نعم وهذا المرحلة التي تقوم بها كما أقول في السنوات التي تقوم بها وكما أقول الحمد لله وكما أقول الحمد لله كيف تقوم بها أول شيء لأنك ضد مما نعم والصراحة صراحة حسنا أنك تستعمل كلام لا مشكلة كلام أن في الأخير تراثك في موقف لا يفسد عليه نعم أنك دخلت مع المعارضة وحسنا أن تضع المعارضة تقوم بمعارضة فاشلة تقوم بمعارضة تقوم بمعارضة هناك وحسنا أن نرى في المجلس الدور الأغلبية ودور المعارضة والدور المعارضة سيكون في المجلس كثير من الدور الأغلبية نعم يعني من الذي نرى المعارضة يوجد أن نرى هذه الدورات الأخيرة وهي دورة إشعاع على أساس أن المجلس تقرأ الميزانية لأن الحسابات لم تخرجوا شيء شيء يقول أنه كانت تبقى 53 مليون وتعطى المدخلة لأحد أفراد المعارضة داخل المجلس وعلى أحد أفراد المجلس أن يفعلوا وفعلوا وكذلك وكذلك يتهمم في حالك يتهمم بالسرقة ولكن الغريب في الأمر هي أن تساعدك أنك عادي تصوت على هذه النقطة وكذلك ترى أن يصوت على المعارضة وقلت أنه بالدارجة سارق ومصوت معه وكذلك معارضة؟ ودائما كان حصلنا في هذه المشكلة أنا أعتقد أنه يصوت مع المعارضة سوى المجلس أنك ستقوت على المجلس وكذلك لم أرى التقارير والتقارير والدورات الجماعة يتعيذ ذلك ذائما وكذلك لأنه يمكن أن ترى اتارة الانتباه لك أن ترى مؤسس المعارضة الموافقة أهيانا أترى أنه يصبح المعارضة ملعون ودخل لهم محمد مخرف ولم يكون أنه قولاً أزمة نفسية ولكن من ناحية المعارضة البناء إذا كنا نبحثوا في التفاصيل لماذا أنا عارت على قوانيرها موقف شاريف تتكلمنا على أن السياسة فيها جوج فيها السياسة نزيهة وشاريفة وفيها السياسة خبيضة أنا كشاب طموح وباقي تنمية البلاد وباقي البلاد يتقدم ليس إلى مرى السياسة الخبيضة في المجلب أحد الآن لم يكن يوجد سياسة للتقافة السياسية لن يوجد الشبو economically فإن لا يوجد السياسية لتنمية البلاد لكي تنمية استثماء السياسة ليس من المعرفة لأنني تجد التقافة السياسية لأنني توجد التصريب لأنني تجد السياسي وانني تجد التقافة السياسي ولكن هنا يوجد غياب الأحزاب لأن الأحزاب لا تتعطر لهم مدام أن الأحزاب لا تتعطر الشابة لا يوجد أحد الخالف لأنه ليس يخلف لنا هذا الميدان لأنه يجب أن نقاط أطوات ذكية أنها سيطلع وأنها ستنظر بمثال لا عادي عارض ولا يكون في الأغلبية اللي سيصير المجلس ما عنده شيء لا تقافة سياسية ولا علم بالعامل الجماعي ولا علم بالقوانين التنظيمية ولا علم بالقوانين التنظيمية ولا علم بالدستور ولا بالقانون المشكلة هي أنها هي المشكلة التي طيح فيها المشكلة التي حصل فيها والمغرب كامل المشكلة ليس عاد مراهة إحصائية رسمية للوزارة الداخلية وهي أن كيف يكون لديك المجلس كامل أمي نعم أعدي الدجنية تعطي به أرى أغلبية في حالة أغلبية أمي والذي نهو كيمتسلف نحن عدنا في جماعة الساحل عدنا هذه الأعضاء التي كيمتسلف الوحيد كيمتسلف الدائرة والذي ترى بعض المرات في أغلبية أحيانا كانت القانيعة أنا في المجلس القانيعة أنا في المجلس لأنني كان أدخال وكان أحراض وكان أحتاج وكذا يبدو أن المجلس في 27 عدو، يعني يجب بها قبل المجلس في 27 عدو بقية أو 29 وكي تشوف ما كان شواله وتدخل واحد من أي أعضاء هذه الجماعة الله هيدي ما أخبرني هل استجدوا أنهم محطوا لأمي من من خلالكم كيف يقدموا بقيتش أم؟ هل استجدوا أنهم محطوا لأمي من خلالكم أمم لأمي من خلالكم كيف نضرب بصفة عامة من الأحزاب السياسية؟ ما هي دورها بصفة عامة في الدولة؟ أحزاب السياسية تمارس الضغط على الدولة على أساس أن تحقق المطالب من الشعب يعني تنوب على الشعب، ولكن الرغم لا يوجد ذلك ما الذي تنتج عنه؟ كما لخصنا في المقدمة في الأخير، تنتج عنه هذه المشكلة لأن الإنسان هو غايب للوعي السياسي وغايب للوعي القانوني، والوعي بالتسطور، لا شيء شكلتنا أسمعني، شكلتنا أحد الناس ما الذي يدرونه؟ ليه في الشارع حالياً، ولا في الفيسبوك، ولا في السياسيين لأنه يكونوا سياسيين داخل الأحزاب، ولا يمرسوا البلطة فقط وإذا كانوا يخرجوا، أسمح لي، من الذي كانوا يخرجوا كدوية تسكون عندنا البرلطة بأن الحفظ الله، يتبقي السلامة ليس لذلك، سنقولها بكل وضوح، البلطة تصل إلى السيبة وهذا كما يأتي من الضعف الأحزاب لم يقدر تأثير الأطر الذي يدخل للسياسة أي شخص يدخل عندك الحزب يستطيع أن تأثير بذلك وهو سياسي ويعرف ما عليه وما له لكي يدخل في المجال انتخابي ورد المشكلة أن تأثير الأحزاب في وسط الحزب تأثير البلطاجة نعم هذا السيارة يجب أن تأثير بذلك ما الذي ولدنا؟ هذه أمي في الدرجة ما الذي ولدتنا؟ ولدتنا سيارة عز وخا يكون هنا حزب ولدتنا سيارة عبينتنا ما الذي يحكم؟ ما الذي يحكم؟ ما الذي يحكم؟ ما الذي يحكم؟ نعم سؤال الآخر إن شاء الله الذي تقيم العمل السياسي في جماعة الساهم وخصوصا القضية المضمينة في سياسة وهو الرئيس الآخر التي يحكم بنا في جماعة السياسية بشكل تأثير من الصعب وهو سيارة عز ونغر ما يدخل في فائس بوك؟ يوجد هكذا السياسي جمع سهل ومجد من وجه المنازل المنازل نعم كيف تكون مليئة عز وإنائلة؟ كيف يت contبع العمل السياسي في كل داكت؟ أم لا يوجد عمل السياسي في دولة؟ العمل السياسي في الساحل عيب علينا أن نقوله عمل سياسي الساحل لا يوجد عمل سياسي الساحل كما نشرنا النقطة الأخرانية نعم مع أن نخابل لنا هي تستاقد الوعي السياسي غلبت البلطجة للعمل السياسي نعم 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 لماذا نرى الشباب كامل لا يوجد عمل سياسي نعم 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 محق لم نقال لا أحد ممثلين من الأحزاب أما لماذا ليس من العمل السياسي؟ و هي جماعة الساحل كلها فرع واحد لذلك نعم نعم نقول التنافسية والشفافية والمنافسة الشارفة لا يوجد أي شي لكن كان المنافسة الشريفة كان يكون لدينا العمل السياسي ولكن لم يكن لدينا المنافسة الشريفة لم يكن لدينا العمل السياسي كيف تصور أن شاب أو شباب تدوينات في الفيسبوك وكان يجب أن يكون هذا السياسي من هذا الطرق أو من هذا الطرق كان يجب أن يكون لدينا عدالي وزيادة وصفه في الفيسبوك كيف يجب أن يكون هذه السياسيين حرية الرأي يريد أن يقتلواها وكيف تصور حرية الرأي ويريد أن نجحة السياسي هذه هي النقطة التي تخص الأحزاب تدخل فيها و تكون منطقية نحن في الساحل كما قلت لك بعض حزب واحد و اخر نحن نضرع للعمل السياسي نحن يعدنا حزب واحد حزب واحد فرع واحد لنا هنا في جماعة الساحل خلاص اخذنا حزب واحد تتضيف الجماعة ماذا؟ نحن قد أثناء رأسنا فيه؟ لا أثناء مأثناء مؤثر و أثناء نحن على الكافة هذه المجهودة لها و المجهودة لها لأننا في الباحث و كيفية تصدقنا وكيفية معرفة و تصدقنا و تقالب هذه الحقائية و تجمعية كبير حوائد تجارب تأتي لنا و لأنها أعطتنا هذه البركة وكذا لم يكن لدينا سياسي أو مناضي وعنه يرى بسيطة الابلاد من الذي يريد التحدث يبحث عن الأقل ومسألة التي تتحدث عنها يبحث عن الجانب القانوني لأنه يبحث عن الجانب القانوني في الموضوع لأنه يريد التدول وأنه يريد التدول ونقول لك أخضر السفر هي القول الفرع عن شبيبات الأحزاب في الصحة نحن قلت لك أننا لدينا فرع واحد عنده شبيباته، عنده شبيباته، عنده شبيباته ولكن مع أمره أنا دارت شيء ندوى أو شيء ندوى أو شيء تأطار الذي نرى أو شيء شيء نهي على الصحة وخرجتنا الواقع كما شرنا في الأول النتائج والواقع التي نهيك في الأقدار هي باينة العموم نعم والنتجة هي تتبنى ونزيدك هذه الممارسات التي نهيك في العدم الواقع السياسي ما يثبتنا في جامعة الخامس الساحل؟ هي أنه فيما يكون شيء ونعطيك على سبيل المثال لماذا هذه الجامعة الساحل كلها؟ ماذا عبر سنين؟ لماذا لديها مدراسة لم تخرجت أطور لم تخرجت متقافين لم تخرجت ناس حميلين الشواهد لم تخرجت ناس حميلين لا يقين أنها تستخدم جميع الوسائل بما فيهم أنهم يزجوا بك في السجن وهم يمرسوا البلطاجية والكلم الفاحش لكي نكون منطقية هذا حاليا على الإعلان التي قمنا بها لا يمكن أن يكون هو السبب على أساس أننا لم نقوم بها مباشرة نعم نعم كيف هذا؟ لكي لا نقوم بها مباشرة لأننا لقوم بها لقد قمنا بها إعلان على أنه ليس منشور مباشرة في صامدون في كينار مجموعة في الفيسبوك صامدون من أجل جامعة خامس الساحل المشورة الإعلانية التي قمنا بها شاهدوا التعليقات وشاهدوا المستوى المتدني من المسؤول الجماعي منتخب وكي يمثل الساكينة وكي يدافع على الساكينة كلام فاحش يعني رمآه أنا كنت أستحيان قرأ فما بلوك أن هذه المثال مجموعة عامة لكي أن أي إنسان يدخل يقرأ يدخل البنت يدخله جميع الفئات يدخل الرجال يدخل الرجال يقرأوا التعليقات ومدخلات وكان يستحي صراحة لا أستطيع أن أعرف كثيرا لا تنزل المستوى وكي تقول لي بحل الناس أحسن يجب الإنسان يقول لي وكي تبقى دائما في العمل يجب أن يعمل سياسي وكي تبقى أن تبقى ضغوط وكي تبقى لا تنسى شيء وكي تبقى وكي تبقى حاليا عندنا شاعر متقى شاعر بلد شاعر أنا أعترف به مكانة يستهل مكان استشاري كادر في الدولة من كل العبارات لماذا عنده رصيد معرفة رصيد تقافية سيد مجزة في القانون صراحة في حل الإنسان هذاك عيب أنك لا تدوينه كثيرا لا هذا ما يقع في السحل هو الواحد هنا كما قلت لك السبب السحل كان يرحلوهم كان يجر الحار كان يجر الحار أي شخص يريد أن يدفع لجميع لأنه يقول كل شيء يجرح في السحل سأكون على يقين ونرى كما تكلم على الشاعر أي شخص سوف يزيد أنه سوف يحارب 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 أنهم من يتلوق وإنهم يتلوق القانون كل شيء كان يهتم تشراح كفاعل سياسي أو كمستشار كما أنك إنسان كيف كيف انك مقارناة مع هذا الشي اللي نهو درنا عليه اللي نهو الدر اليوم اللي نهو أنا كما قلنا يقدر يكون وره هو السبب صراحة ربي صراحة أنا الساعة اللي قرأت يعني ذلك التعليقات ما بقيتش كانت تحكم فراسي مع هذا مثل معت عطلت علينا شوية سيئة ما بقيتش كانت تحكم فراسي من صراحة ربي هى هذه إنسان ينزل المستوى دي المستوى نحن لدينا هجابي صراحة ربي إنسان لديه مستوى هذا نحن بالأكس إذا كانت لديكم عائر واحد شوية عائر شوية در الإيمان أنكم تبصح فغير مصلح على البلاد وأنكم تحبون الوطن الشباب حل هذو أجهر هذو اللي نهو مخصنا نقربهم وهذو اللي نهو مخصنا نحط هذه النقطة التي نهيضرنا عليها نحن نحضر الخلافنا مع المعارضة من اللي بدنا هنا نتبع شكلت سلوتين وكما قلنا وصلنا ثان وضحار يعني المشكلة المال هي التي تعاني من الجماعة يعني كما قلنا نصل من ثلاثين كما قلنا نضغط أنا لا أريد لا أريد أن نتواطق معهم على أساس أنهم يطيروا الرئيس لم تسمعني أن أردت أنني قلت لكم هذا الرئيس تطيروا هذه تطيروا هذه المنافسة شريفة هذا الرئيس تطيروا هذه المنافسة خلو السيدة كمّل حتى نطار كمّل الولايات وما انتخابات سأكون شخص يجب أن يدلواه لا أريد أن أدخل معهم لم ترسل سياسة المعارضة من أجل معارضة الإصلاحات المعارضة لدينا علاقة طيبة دائماً لدينا علاقة طيبة مع الجميع رئيس تطيروا معها علاقة طيبة ومتافق معك الاختلافية لكن الاختلاف لا يفقدني مع أي شخص مصلحة العمية كان الرئيس المجلس سيعاب الحميد كان الشرف أنها دعمني في الملف القضية أن الدائرة كانت مقصية من وضعها كان هو سحل الببل صراحة أعرفني 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 أجل الله يجزع بخير أعرفني أجل الصنهج كانت أرسائل هذه هي الطرق التي تجدت بها لتجعل المسطرة الإدارية ودفعنا إلى الساكينة وصلنا إلى إنجازات لأنها تحسب وليس غير الوضع الذي نحوذرنا استفدنا من ألية الجماعة يعني استفدنا من ألية الدائرة التي كانت مثلها لا تصل إلى شيء لا تصل إلى شيء لا تصل إلى شيء ولو أن كان هذا الرئيس صراحة ربه تمحن نعم مرقش الأرضية هو الصراحة من الذي كانت داخل في الأول أدخل في إنسان عام عليه يريد أن يعمل التوجهات والتصورات والبرامج التي كانت مخططة مع المجلزة الأغلبية كان لم يصبح موافق ما الذي خلقه هذه المشاكل؟ هي الصراحة والمصداقية مجلسة لم يتفضل وفي الأخرى منذ أوقات التنفس من أغلب يمثير المحضر لا تسمعي المحضر الذي يتحف فيها هو أن في الأخرى أو مفارد بالقرار يعني أنه كانت معارضة أقول أنه كانت معارضات كانت معارضات يعني أنه كانت معارضات كانت معارضة من الذي يأتي من الدورة يأتي إنسان كانت معارضة وكانت قصح عليه الله يسمحنا منه يعني أن الله هو هذا الصالح الصالح العام والعمل السياسي والنقد البناء والتوجيه للصلاح كما قلت مسبقاً إذا كان دربت وجيهات لي إذا كان دربت وجيهات لنهيك بجميع يعني هذا الشيء الذي كان يقوله سيكون كامل سيكون محطوط في التقارير ضيادة دورات المجلس سيكون من جميع الجوانب في المثال نهضر على العمل الجماعي يعني نحن البنية الساحسية نفتقدوها بصفة نهائية الجماعة الساحل يعني إذا كانت هذا المشروع 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 بصراحة هذه الطرقان المشروع 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 السابق ولكن عارضة كتفنة من ناحية الصحية الحديد سيكون لماذا هناك حجار الغلاد والحفارة يعني يعني خاصة البنية الساحسية للساحل التاغب خاصة البنية الساحسية للتاغب وخاصة المشروع المدرسي يتم التعب تؤخص اذا كان المدرسي سيكون حسنا لدينا طرق نعم نكمل كما أخبرت لأن المجلس المجلس هذا المجلس لا أعرف يتقب لأن المدرسي لأن لم يكن تقريبا لا يوجد أي معطاية صحيحة لأننا مغيبا لدينا المعطاية لا يوجد مجلسة ودورة لنهيها وعندما أنهم هدونيسين بواكي المالك نعم يقولون أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون لا يعطون الحفقة لا يعطون العمل لهم وطلبتهم أن تكون لديهم قناة إعلامية للجامعة أنها أي شيء الدرس لا يوجد شرف نيلو لماذا يوجد شرف نيلو؟ لأنه يبدو في هذه الولايات وفي هذه الولايات وفي هذه الولايات الأخرى نشكر المجليد السابق لأنه يفتح المجال لم يكن لدينا نقم دراسة أولا أو لدينا نقم دراسة أولا بدأ المسيرة الكميونة في الزبل كانت هناك وعدة في الولايات الأخرى يجب جوجيا الكميونة في الزبل تركس نيبلوس بدأي مجال ومترى تهاية مطلق و mote لم يكن لكن يعني ما كنقول لشر الفارق ما بين هذا وهذا، كنقول هادها شنيدار وهادها شني دار، كنحترموا جامع، والنتائج لنهيه درها هذا رأي في نحيه الأرض الواقع، والنتائج لديره هذا الأرض الواقع. راه ماشي قاعدين نقولوا لا، هذه مدرتش الجماعة، لا، هذه دار المجلس الإقليمي، لا، هذه دارت نقابة الخير، لا، نقولك كمجلس فإن الولايات لكي استخدث الجماعة من المجالس الإقليمية أو من جهة أو من خارج أي جهة أمتيني؟ هذا يسميه مكتسبة للجماعة السكينة كما أساسي منتخبه؟ نعم مكتسبة هذا المشكلة التي تحتفى هي تقولك لا لا تذهب مع المكتسبة نحن نعرف مع معارضة يجب أن تذهب مع معارضة واضح العبارة أني مع المكتسبات ومع أي صالح يعمل الجماعة لماذا نحتاجها؟ هذه الجماعة تفتقر كل شيء صراحة كنا نستبدأ المرافق العمومية أو المرافق الرياضية تفتقرونها بصفتي نهائية كان لدينا ملعب كبير نعم فهذا الملعب السعب تقول عام يشوف صغير اليوم قمت بتدورة الشرفية ومعطلت لدينا خدمات المطلع وقمت بتدورة الملعب كبير تلغى القطوة ومشاه ما كانت صغرها؟ كانت صغرها هذه نتجة للصراء السياسي لأنه كان هنا في الساحل ما هو السراء السياسي الذي كان هنا في الساحل؟ أغادث بأن كثرة لا تطلع القطوة بأن العصر ومنطلع الصراء الشراء الصحي في النفاق المشكلة لكي يستطيع التحل بجماعة الساحل يمكن أن تصف العقار هي جماعة ساحل يوجد جماعة الساحل بها أراضيها كاملة ويوجد جماعة السلالية ويوجد أراضي الجماعية سعر الأراضي أراضي بقى عروسها ماذا تسمحني وليس كذلك لكي يقوموا بأن هذا الصرع يوجد للحظة هذا الصراع هذا هو منهار لي تأسس جماعة الساحل منهار ليس جماعة الساحل يعني عادي نشوفه عر من الساطيلة من الفوق يجب أن يشوفه جماعة الساحل ونشوفه عنده أحد ودلوكوس يعني كيف يصلها على مدينة العلاج سمعتني كان ذلك ودلوكوس كان من ذلك ودلوكوس الهنا كاملة تقريبا كاتم حسوها لجماعة الساحل سمعتني أول حاجة فتوا لها مدينة العلاج ونحن يمكن أن تكون لديها دائما يديروا هذا وين وصلت تفوت بالأراضي؟ تفوت بالأراضي لها هو المشكلة يطاع فيها الرئيس فقالونه على أساس أنك تتعطي رخصة في أرض تلعا نعم؟ نتفق معك ولكن هذا لا أرى ما أرى أي مجلس أسمعني سأسنع أي مجلس سأسنع حقه في جماعة الساحل سأسنع حقه في التهميش في جماعة الساحل ويقالوا على أراضي ي Lisbeth أسنع حقه في جماعة الساحل هذا فنحن إمكاننا سأسنع الأراضي يجب أن تكشف لأن أتكشف في جماعة الساحل سأسنع معه في جماعة الساحل ولم أرى أن نتحدث هذا سؤال سأسنع حقه في جماعة الساحل ولم أرى يقوم هدى أن أراضي يجب المجلس نعم، ونقطة لدينا المسطولة لكل شيء سمعنا بأن هناك مجلس الألال الحسابات جاءت للساحل وإذا كنت حصلت للمالية الجامعة ومساكين الجامعة كيف تبقى النقطة؟ هذه النقطة صراحة الحساب خاصة الجامعة نحسبه كامي، أنا تحسب، لماذا؟ أنا أدوى في المجلس، أنا أدوى في المجلس الألال أنا أدوى في المجلس الألال، أنا أدوى في المحاسرة ومجالة لدينا تحسب، لماذا؟ لأننا كنت أتكلم عن ترويج الجامعة في الساحل هناك مداخل لدينا مقلعة للسدي عبد الرحيم ما الذي أعطيتنا النتيجة؟ ما من بنية تحتية دردنا؟ ما الذي أعطينا دائما ميزانية للسير ما الذي أعطيته؟ ما الذي أعطيته؟ ما الذي أعطيته؟ ما الذي أعطيته؟ ميزانية للسير نخلص الموظفين، ولا نقوم بويلات، ولا نقوم بطروات، ولا نقوم بصافية، هذه هي ودائما يردون له على أساس أن الجماعة لا تحتاج المداخل والجماعة تستقر الواغم، جيدا، نحن نعطي وراءات لدينا جماعة لدينا غير المداخل جامعة لدينا جماعة لدينا مداخل نعم ودائما يتجازات ماذا؟ نقول لنا لدينا قيمة أولية لدينا أبدا لدينا أرد لدينا نظام المجلس يظهر العواعي بالمسؤولية لدينا سياسة الهديو يجعل عمل يخبر كيف يأتي؟ لأننا لدينا مؤسسة الدولة لدينا تنمية البشرية لا تتواصل معها وبدأ معها كائنا التنمية البشرية تعطيك كائنا الوزارات المتخصصة في أي مجال كائنا الوزارات المتخصصة في أي مجال وزارة شبيبه والرياضة وزارة تعليم وزارة البحث وزارة فلاحة تحكم من قدر أن يموه لكم وحكم من شركات وحكم من مداخل المتخصة لتكون لديك نسبة قليلة لنهاية الفائد نسبة الفائد تكون لديك قليلة وإذا كان لديك شوية تدك ونستطيع تجلبها المشاريع لا تصوروا شركات عندما تقولوا كلمات المتخصصة تتعلم موضوع تشعر حسنا 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 الوضعي الذي نعيشها هي استثنائية في جماعة خمي الساحل لم يكن لدينا أن نعرف أن اللجنة تجين جماعة لم يكن لدينا أن نصور أنهم لا تجين محاسبات الناس كانت غادة عشوائي يعني جميع الأعمال في جماعة خمي الساحل جميع الحلول تسمى حلول ترقائية جميع الحلول للدارس تسمى حلول ترقائية لا يحتاج إلى حلول ترقائية حلول ترقائية دائما حلول ترقائية حمله مشكلة بمشكلة هذا مهم لا تتعلم نعم ما كلمة آخرة أي أحد تعرف محمد عربي المخارشف محمد عربي المخارشف خصوصا الشباب لا أي أحد تعرف محمد الساحر أو الشباب الذي خارج وطن وداخل وطن محمد عربي المخارشف يمارس السياسة الشريفة الساعدة التي تتقصد السياسة والنازيهة محمد عربي منادر عنده تجريبه في الجمعيات الحقوقية عنده تجريبه تقدم على التحات الاشتراكي والتحات الاشتراكي كانت هذه الزاوية هي الحادنة للتحات الاشتراكي لنا هي الأساس لكي نقدر نقوم بأحد طائفة لنا تخلصت لنا الجامعة لنا هي معمرة لم تكن تتحلم بها والي اليوم كتباها لنا وقلنا نحن يوصلناك ودخلناك الجامعة لكي نكون في العلم جاني محمد العربي لم يكن ينفق محمد العربي مدام أنه يحب البلد ووطن وملك يحبون الملك لنا نصره الله دائما كان هضروه موضوعيا ومنطقيا وبصرامة والتجريبة السياسية هي صحة لنا أزمتنا نفسيا في هذا الجو الذي نرى سحاقون يحبون الناس أنهم يكرهون وكيف تريد أن تكره في محمد العربي؟ لماذا تكره الإنسان في محمد العربي؟ لماذا تكره هذه الصورة؟ في التعوة السلج السماعية سأقوم بالنسبة لنا نضع محمد العربي ونضع محمد العربي ونضع محمد العربي في جامعة الساحل هنا لا يوجد عمل سياسي، فهو صعب ماذا تكره؟ تكره الكفاءة لا يوجد الكفاءة بعد العمل السياسي لكي يكونوا منطقيين يوجد الترهاق كما أنا الترهاق لماذا تكره؟ لماذا تكره؟ لماذا تكره؟ لماذا تكون مواضحين للناس؟ يقول لك أنك كنت ناصر الرئيس الرئيس هوجات المحاسبة ها هو أخوالي وهذه الناس التي ترشحتي معهم ها هما في هذه الساعة كنتراني لك ها هما ضدني لك وكي يقول لك ها خلاوك سمحني ها هما خلاوك في الواصلة لا بالعكس لدي الشرف أنني نكون لدي الشرف أنني نكون قائد راسي بك نعم لدي قائد راسي بك ويقول لك هذه التجربة تريد الشباب أن يتسعدوا بها هم سوشي صراحة ربي هي هذه نعم إذا أسنا لدينا وخصوصا الشباب الشباب هم قوة الوطن الشباب هم الدافع للتنمية الشباب هم يأتي النصر هم يأتي العزة وهم تتنصر الأمة كل إنسان لا يأتي نعم 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 وما تأتي العراق الشباب والسياسيين والسياسيين والمع العربي والمع العربي والمع العربي عن موضوع آخر الخاتمة التي سوف أعطيك كما تقول الشباب الشباب الساحل الشباب الذين يؤيدون خائفاني سوف يقدر في الشارع لا يوقف فيه لذلك عندما رأيته مع محمد عربي إذا أردت مع محمد عربي أرى ما يفعله صراحة تسقل ولكن الشباب الذين يصلوا على الرسالة على محمد عربي المشكلة لأنه يتضج هو الخلاف مع المعارضة ما كان السبب الخلاف مع المعارضة كان السبب كان السبب هو أن الرئيس الذي يكمل في المعارضة في المعارضة ستتحالف مع الأغلبية على الأساس لكي تكون السبب ضغط ليس أنه طيار الرئيس في نفس المعارضة نعم لكي نعرف ما معي أو ما معي إذا سنضع 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 لكي نعرف ما معي أو ما معي إذا سنضع ما هي نحية تحتاج الساعة؟ تحتاج أن نضع دورة السيطنائية على المادة الشروعة لكي نستطيع لكي نعطينا انطلاق المشروع إنما كانت تحتاج المشروع كانت تحتاج الساعة لتنسبة لدينا اتفاقية لدرس الجمعية وعظة جمعية والجامعة السؤالية في الآخر هناك نقع المشكل في الرابط لا توجد مستموى لكي نشاهد لكي تخرجوا الربط لكي نعطينا انطلاق المال وهنا نرى هذه الأيام لكي نتحدث المشروع والصراحة كان فرحه من اللي أن نرى في الجماعة أنها مشاكل تحلز أو أن ناس مساكين كانوا يعانيهم مثلا خصوصا من الماء وعاد هذه القضية هذه الماء أنا شخصيا في الولاية كاملة من اللي دخلت في الولاية وأنا كنت تعالب على أساس أن جماعة الساحل يدخل لها المكتب الوطني إذا دخل لدينا المكتب الوطني إلى جماعة الساحل سوف نكون إن شاء الله فكينا عن مشكلة للمكتب المكتب المهائية لماذا عدت هذه المشكلة؟ جميع المجالس اللي هنا زد في الساحل كلها كان عندها عائق هذه المشكلة وقع عندها في بعض الدواواء وتعالى في المركز هو المشكل الكبير هو اللي كان في المركز نحن استوشرنا خير من اللي شوفنا الوكالة المستقلة دارت شاطر كبير كل نزامات اتفاقية لنهاية الدارت بجديرها تشاطر على أساس أنها تكون فيها وحد الجانب الاجتماعي وتكون فيها وحد دعم الجماعة أو شركاء آخرين وأنها تزود الصنطر كامل بالماء وحد سامان لنهاية الدارة ولكن خابة ضنونا ومن بعد هذا الخيبة الضنونا هي وقعيز وهي الطامة الكبرى هي أن تتفاقية لنهاية أو التنية الوظهر لنهاية الدارة المستقلة من يدار تتفاقية الوظهر وتستطيع تتحمل المشروع ما الذي حصل لنا؟ وهي أن المواطن يخلص الوظهر قبل أن تتفاقية الوظهر كانت تتفاقية الوظهر كانت تتفاقية الوظهر كانت تتفاقية الوظهر والذي يبقى شيء يبقى هو أن أتزيد بها و أنا أرى الكثير من أحدهم وأنني يسمون أن أحمل الوكالة والذي يخلصي الشاطن وكني يخلصي القسمة وتتمنى النهاية كانت ترد بشكل مهام وكذلك يصبح مهادة سنة من مليون المناس التي يبحث هنا وفي نخي تسام محمد العربي كما قلنا نشكره لبداية فاديلة لرش اونفو وفتحتنا الصدر وفتحتنا في الموادع ونشكره جميع المتتبعين لصفحة موقع الرش اونفو خاصة خاصة ساكنة الساحل العامة لجميع أي واحد كامل محمد العربي داخل وطن وخارج وطن